زي ما فيه شهيدة الحب القهري نيرا أشرف كمان فيه شهيد الغدر شهيد الزمالة الزائفة جريمة ضحيتها دكتور والمتهم الاول فيها الحدد الوقتي دكتور برضو هنفضل نقول عليه متهم لحد ما تتم إدانته لان المتهم بريء حتى تثبت إدانته دي القادة القانونية اللي كلنا تربين عليها طيب ايه هي التفاصيل المبدئية للحكاية المؤلمة؟ دكتور شاب اسمه توفيق صبور عنده 30 سنة هو طبيب عظام في مستشفى معهد ناصر عنده عيادة خاصة في حي السحل في شبرة الدكتور أسامة كان متفق مع صاحبه أنه من أربعة يام أنه يعدي عليه ويجيب له بدلة علشان هيروحوا مع بعض فرح صديق مشترك ليهم في التجمع الخامس الصديق خد البدلة وروح المستشفى يسأل على أسامة لكنه تفاجئ أنه أسامة ما رحش معهد ناصر بقاله يومين اتصل بأهله الصديق ده وأهله بطبيعة الحال رحوا بلغوا للشرطة لما وصل البلاغ للشرطة بدأت التحريات فورا رحوا المستشفى رحوا العيادة ما فيش حصه على خبر هنا الشرطة قررت تراجع الكاميرات اللي حوالين العيادة عشان تشوف الدكتور أسامة صبور إمتى آخر مرة ظهر فيها في عيادته في شوبرة لما راجعوا كاميرات المرأبة في محيط العيادة لقوه جوه عيادته من يوم السبت وما خرجش منها هنا بقى دخلت المباحث العيادة عشان تشوف إيه الحكاية الغريبة إنه الشرطة لما دخلت لقيت كل حاجة في العيادة مترتبة ولكن فيه ريحة وحشة جدا موجودة في المكان وفيه أثار بلاط جديد في العيادة فيه أثار بلاط جديد في العيادة كانت المفاجأة لما الشرطة حفروا مكان الريحة ومكان البلاط الجديد اكتشفوا جسط الدكتور أسامة صبور متشوهة ومدفونة في عيادته تحت البلاط ومتبلط فوقها كمان ده إيه ده؟ إيه الجبروت ده؟ يعني القاتل مش بس أنهى حياة دكتور أسامة لأ ده فكر إنه يمحي أثره تماما من على وجه الأرض ويدفنوا في عيادته ويبلط فوقيه إيه الجبروت ده؟ إيه القفر ده؟ طبعا تم استخراج الجسة وتشرح عشان يعرفوا إيه اللي حصل وإمتى وإزاي وإيه الكل اللي حصل وإيه التشويه اللي موجود في الجسة؟ واضح إنه الدكتور ممكن يكون تعذب قبل ما يموتوه ولا إيه التشويه ده بس أبا هو عقلي ما يقولش غير كده؟ الشكوك حتى اللحظة راح اتجاه طبيب من زملاء دكتور أسامة وفي فترة صغيرة ساعات قوات مباحث القاهرة أبضت على الطبيب المتهم ودلوقتي هو قيد التحقيق وأنا مش عايز أتهم حد هو متهم بس حتى الآن هو بريء حتى تثبت إدانته ولكن أيا كان القاتل هو أنا مش عارفة هو جاب الأسوى دي منين؟ منين جات بشاعة الأتل والتشويه والدفن في عيادته ويتبلط فوقيه؟ ده مفيش حد تتكلم عن القاتل إلا وتكلم عن أخلاقه وعن بره بأهله وإعلاقته مع أصحابه الجميلة جنازته طبعا كانت في مصقة رأسه في مركز هاهية في الشرقية كانت جنازة مهيبة وحزينة مش عارفة حتى اللحظة إيه هو سبب هذه الجريمة البشعة اللي زي دي يعني حاجة مؤسفة يعني بصراحة وخرجة عن يعني ده مش مشهة طبيعي في مجتمعنا المصري بحقيقة يعني شكرا